اهلا احبائنا مشاهدينا حديثنا ما هو المقصود برقم 666 طبعا عندي نصيحة لكل مشاهد انا بشجعك انك تقرأ سفر الرؤية وكيف فيك تقرأ سفر الرؤية اعطيك فكرة كيف انا بعمل اولا اقرأ هو 22 اصحاح اقرأوا كأنك بتقرأ قصة من الاصحاح الاول حتى اصحاح 22 هذا بيعطيك الصورة العامة لكل السفر ثم بتقرأ السفر مرة تانية الاصحاح الاول وانا بشجعك انك تقرأ الاصحاح الاول 3 مرات لما تروع عندي الطبيب بقولك روشيتا 3 مرات في اليوم اقرأ 3 مرات الاصحاح الاول اصحاح 2 و3 لما بيتكلم عن الكنائس في ايام يحنى في اسيا الصغرى اقرأ اصحاح 2 و3 كمان مرة بعدين بتكمل من اصحاح 4 و 5 و 6 بتقرأوا مرة واحدة هدول 4 اصحاحات بعدين الاصحاح السابع لاخر السفر تقرأ وكمان مرة لكن كل قراءة اتماعا فيها لما بيتكلم عن الضربات وبيصنف الضربات بشكل معين متسلسل حتى يوصلنا لاخر الايام لما بتقرأ سفر رؤيا اقرأ كمان رسالة تسالونيك الاولى اصحاح 5 و التسالونيك التاني اصحاح 2 وبعدين بشجعك انك تقرأ سفر دانيال ابتدأ من دانيال اصحاح 7 بس طبعا كل سفر دانيال مهم انك تقرأه واقرأ طبعا نبوة زكريا بيعطيك الصورة الكاملة عن هذا الموضوع وياريت تتعود انه اتدرب نفسك على قراءة الكلمة